السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اندي دولار لأول مرة يخرج عن صمته ويكشف أسرار كثيرة خلطها مع طالو بن ناصر وعوار وبالماضي هيا بنا نشوف ماذا كشف اللاعب اندي أتمنى من أخواني أخواتي بوضع اللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد هيا بنا نسمع ماذا قال أول شيء قال يسين عدلي يمدح زميله في ميلان اسمعين بن ناصر في حوار معه في حوار كان في قناة معينة وقال أنا واسمعين بن ناصر نعرف بعضنا البعض جيدا فنحن لدينا نفس وكيل الأعمال بن ناصر من أفضل لعبي وسط الميدان في العالم ما يفعله مذهل وانا على يقين مذهل جدا طبعا وانا على يقين بأنه قام بأنه قادر على القيام بما هو أفضل ليظهر للجميع إن بإمكانه صنع اسم لنفسه في عالم كرة القدم هذه تصريحات جميع هو الذي قال بها عوار وقال أيضا صحفي جزائري أيضا قال في خبر رسمي قال عوار يريد اللعب للجزائر ولكن يعرف جيدا ما الذي يجب أن يقوم به للالتحاق بالمنتخب الوطني إن شاء الله دولار كما قلنا سابقا بالماضي أخبارنا العودة للمنتخب أصبحت واردة بشرط أن يقدم اعتذارات وهذا شيء مقبول ما رأيكم بهذا الموضوع طبعا تصريحات كثيرة أدل به وهنا أيضا تصريح آخر تصريح آخر إيرسينال الإنجليزي مستعد لتقديم عرض بقيمة 40 مليون أورو للاستعادة لعبه الجزائر السابق إسماعين بن ناصر يطلب من المدرب وهو من مدرب ارتل المدرب المعروف طبعا آآ طبعا كما قلنا وإن بن ناصر وميلان قريبان من التواصل الاتفاق الاتفاق نهائي لتجديد عقده والزيادة في راتبه طبعا أيضا أمور كثيرة تكلم بها طبعا هنا أيضا قال أيضا عطال يمكنه فعل كل شيء في المباراة أمام أمام زين قام بلقطة رائعة وأمام ليون غير مجرى المباراة في 20 دقيقة وقال إن عطال مجنون منذ ثلاث أيام طلبته منه أن يلعب بهدوء آآ لقد خفته منه بعد أن تصدى لي بزحلقة مثل المجنون ثم قام وكان كل شيء وكأنه كل شيء لم يكن والله تصريحاته طبعا هو أدل بتصريحات للجميع تكلم عن الجميع تصريحاته فعلا هي بعض التصريحات كما ترون تصريحات واضحة جدا أما بالنسبة لا بالماضي الآن نتكلم بالنسبة لا بالماضي والشرط بالماضي يضع شرطا وحيدا للبقاء مع منتخب الجزائر يطرى ما هو هذا الشرط الذي يضعه طبعا نفي جهاد جهيد زفزاف الرئيس الجديد للاتحاد الجزائر للكرة القدم كلما تم تداوله عن إمكانية رحيل جمال بالماضي عن تدريب الخضر خلال الفترة المقبلة هذا خبر غير صحيح وقال زفزاف بالماضي مستريح في الجزائر وسيتم تجديد عقده هذا ما قال أيضا وقال الشرط الوحيد الذي يضعه بالماضي لمواصلة عمله هو منح الحرية الكاملة من أجل مواصلة السير على المنهاج الذي يعمل به منذ وصوله عام 2018 هذا الشرط الوحيد الذي وضعه